السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في قناتكم التعليمية تعليمكم في هذا الفيديو نزولا عند رغبة مشتركة معكم هنا على اليوتيوب طلبت مني طريقة سهلة دون حساب طريقة الضرب في 0.1 0.01 0.001 والقسمة على 0.1 0.01 0.001 بدون حساب وبدون إجراء أي عملية معناها كانت طريقة سهلة جدا مشكيش أنكم تلقوها في قنوات أخرى تلقوها عند تعليمكم فقط يعني أنا ما شفتهاش إذا شفتوها من قبل لا أدري ربما أستاذ آخر أو أستاذة أخرى عندها نفس المعلومة المهم تبعوها معايا هنا الضرب ثم ننتقل إلى القسمة بدون ما نحسب بدون ولا شي كي تكون عندي عمالية ضرب عدد عشري في 0.1 أو 0.01 أو 0.001 واش ندير نكتب العدد كما هو بدون فاصلة نكتبه هنا في الإجابة أي كان العدد المهم تكون عندي ضرب أي كان العدد العدد نكتبه بدون فاصلة هكذا ثم الخطوة ثانية نحسب عدد الأرقام بعد الفاصلة أي هاي الفاصلة هنا نحسب هنا كم رقم بعد الفاصلة 1 2 3 ونحسب هنا في العدد الثاني كم رقم 1 إذن 1 2 3 4 1 2 3 4 وأضع الفاصلة فقط بدون ما نحسبه نعوده هنا ثانيا هنا في العدد الثاني إذن نكتب العدد كما هو بدون فاصلة نحسب عدد الأرقام بعد الفاصلة 1 2 3 4 لازم نحسبه في العددين 1 2 3 4 نجهنا 1 2 3 4 أضع الفاصلة معناها حيكون عندي صفر هنا صفر فاصل 8598 نروح إلى العدد الأخير نفس الشيء أعيد كتابة العدد كما هو بدون فاصلة نحسب عدد الأرقام 1 2 3 4 5 6 نحسب 1 2 3 4 5 6 أضع الفاصلة معناها حيكون عندي صفر هنا 0 115 2012 هذه هي الطريقة إذا كانت عندي عملية ضرب نروح الآن إلى القسمة إذا كانت عندي عمالية القسمة كيفاش نتحصل على النتيجة بدون ما أحسب فقط أزيح الفاصلة نشوفوا هنا مش يولي عندي قسمة واحد توزيح الفاصلة توزيح الفاصلة من هذا الاتجاه إذا أزحت منها برقم وزيح منها برقم الفاصلة توزيح برقم لا عندي رقم بعد الفاصلة كتكون عندي قسمة معناها النتيجة هي نعود نكتب العدد بإزاحة الفاصلة برقم معناها أني أزحت رقم وأضع الفاصلة هنا ونحط 13 مفهوم؟ هنا عندي هنا عندي زوج أرقام بعد الفاصلة معناها الفاصلة هذه أزيحها برقمين معناها تكون هنا هكذا هنا عندي تلت أرقام وزيح الفاصلة بتلت أرقام معناها الرقم الأول الرقم الثاني خلاصوا للأرقام أستعين بالأصفر سهلا إذن هكذا 2 3 1 خلاصوا للأرقام أستعين بالأصفر النتيجة هي 92.310 نروح إلى هنا زلت لكم عدد آخر أو عملية أخرى 63.2 قالوا لي نزيحها بثلت أرقام قلنا أنه نزيحها بهذا الاتجاه ثلت أرقام 1 2 3 عندي رقم 1 خصوني 2 منها أضيف صفرين إذن النتيجة هي هاولك الرقم الأول اللي أزحت به الفاصلة خصوني رقمين أستعين بالأصفر فقط هذه هي الطريقة إذن أعيد إذا عندي ضرب أعيد كتابة العدد كما هو نحسب عدد الأرقام بعد الفاصلة ونحط الفاصلة تعيي نفس الشهنية عاود كتبت العدد كما هو حسبت عدد الأرقام في الجهتين يعني في العدد هذا والعدد هذا 1 2 3 4 جي للنتيجة 1 2 3 4 أضع الفاصلة في القسمة أزيح الفاصلة بهذا الاتجاه بعدد الأرقام بعد الفاصلة عندي هنا رقم عندي 1 رقم 1 بعد الفاصلة أزيح الفاصلة برقم عندي زوج أرقام أزيح الفاصلة برقمين ثلث أرقام أزيح الفاصلة بثلث أرقام وإذا خصوني الأرقام أضيف الصفر أستعين بالصفر مفهوم هنا عندي ثلث أرقام أزيح الفاصلة بثلث أرقام خصوني زوج اصفار اضفت صفرين فقط. هذه هي الطريقة بدون ما نحسبه وتقدروا تتأكدوا من النتيجة باستعمال الحاسبة تلقوا نفس النتيجة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.